قالت نائب وزير الصحة والسكان عبل الألف أنه رغم تحقيق محافظة الإسماعيلية تقدما ملحوظا في خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.6 طفل لكل سيدة وفقا للمسح السكاني لعام 2021 إلا أنه ما زال هناك فرصة جيدة لخفض هذا المعدل لأسيما أن معدل الحمل غير المرغوب في بلغ 2.63% وخلال الاجتماع للمجلس الإقليمي للسكان أكد نائب وزير الصحة أن المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية ستعمل على تقديم المشورة الأسرية المتكاملة بدءا من مشورة ما قبل الزواج وصولا إلى مشورة فترة ما حول الحمل وكذلك تمتد حتى بعد الولادة ومتابعة الطفل